27 سنة مرت عن الخامس اكتوبر المشؤوم لكن الكتاب لم يطوى بعد فهو وزير الدفاع الاسبق الجنرال المتقاعد خالد نزار يحيي المشهد من جديد ويقذف الرئيس الراحل الشادل بن جديد بتهمة اصدار امرية رئاسية تدعو قوات الجيش للتدخل من اجل قمع المتظاهرين الذين فجروا موجة احتجاجات يوم الخامس اكتوبر 1988 والتي خلفت حسب الاحصائيات الرسمية 169 قتيلا في حين تحدثت اطراف اخرى عما يزيد عن 500 قتيل والاف المفقودين الذين تاهوا في ظلمات المشهد في رسالة مفتوحة نشرتها الصحيفة الالكترونية الجيغي باتخيوتيك كاشفا ان التيار الاصلاحيان ذاك كان له قسط من المسئولية في اعنف مواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش سجلها تاريخ الجزائر المستقلة في رد له على الاتهامات التي لتزال تلاحقه حول تورطه في تحريك تلك الاحداث معتبرا ان احدث اكتوبر بدأت تحضير لها خلال اشهر سابقة من نفس السنة بوضع مخطط معين وتنفيذه في سبتمبر من السنة ذاتها وخاطب نزار الاطار السابق بالمديرية العامة للامن الوطني خالد زيار الذي تهجم عليه في صفحته على الفيسبوك على خلفية قمع الشباب الذي خرج لتظاهر في اكتوبر 88 قائلا بالحرف الواحد ان هناك اسما معروفا تعتزون به مثل ما يعتز به العديد من زملائك وكان مسؤولي المباشر قد امر بقصف المتظاهرين بالمروحيات العسكرية في العاصمة في اشارة لقائد اركان الجيش الذي تم تقالته في تلك الفترة اللواء عبدالله بالهشات وهذا المشهد عاشته غرفة العمليات بحضور ضباط سامين ومستخدمين كانوا شهودا على الواقع نزار رافع من خلال رسالته التي نشرت على صحيفة ابنه لتبرئة ذمته من تلك الاحداث معتبرا بان اتهامه بقتل وقمع المتظاهرين في اكتوبر 88 هو اهانة للمجندين الشباب الذين حولوا بسبب ما وصفه بالتلفقات الى آلة للتقتيل بذرعة انهم تلقوا الاوامر باطلاق النار طاعنا في مصداقية التي اتهمته بالتخطيط لانقلاب عسكري كما اعرب نزار عن قناعته بان المؤسسة العسكرية تعرضت الى مؤامرة كان الهدف منها هو تمرير الاصلاحات السياسية والاقتصادية بعد تشويه صورة الجيش حسبه مضيفا ان الاوضاع التي كانت تعرفها الجزائر قبل الخامس اكتوبر كانت كلها تنبئ بانفجار الشارع من خلال الازمات السياسية التي كانت غامضة والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة انذاك